لازم بقى فيه كشف دوري على كبار السن حتى لو هم ما بيشتكوش يعني الكشف الدوري ده أهميته أن أنا ممكن أن أكشف على المطن أكتشف أمراض كتير عنده وهو حتى ما بيبقاش ملاحظها يعني إحنا عندنا مثلا حاجة زي الضغط ده بنسميه سايلاند كيلر أو القتل الصامت أنا مش هعرفه غيره ما أكشف وعرف أن المطن عنده ضغط أمراض بقى كتير كده فالهدف من الكشف الدوري أن احنا نكتشف الأمراض اللي عنده كبار السن بنعمل كمان سكرينينج عن الأورام ده بنعمله برضو في عيادات طب المسنين الحاجة تاني الكشف الدوري برضو بنعمل تقييم من للذكرة المسنين ده ممكن عنده بداية مثلا أزهايمر عنده بداية سوق تغذية أنا ما بعرفهاش غيره ما بعمل تقييم وشوف عنده مبادئ سوق تغذية ولا لأ ممكن عنده بداية مثلا أعراض اكتئاب عنده عزلة ببدأ مش عايز يقعد مع حد مش عايز يشوف حد فدي برضو بداية اكتئاب مش هكتشف أي حاجة من دول غيره عن طريق الكشف الدوري اللي أنا بعمله على كبار السن فبنرشب برضو الناس كلها أنا عارفها ناس كيف تبقى مهتمة بأهلها وكل حاجة بسن مش oriented للحطة دي أو مش مدركة الحطة دي إن هو لازم يروح ويكشف عليه حتى لهو ما بيشتكيش وبرضو الناس بيجينا كتير مسنين عندهم مشاكل وأعراض جسيم يجي له مثلا بشرب جلطة في المقر ويجي يقولك أصداع عمره ما راح لدكتور وهي الفكرة ما هي هو جاله المشكلة دي عشان هو ما كشفش ويكتشف أنه عنده مشاكل ضغطه وسكر فهي قدت به إلى المشكلة اللي هو جيلنا بها دلوقت فالكشف الدوري ده إحنا بنرشد إن لازم يبقى فيه كشف دوري بصفة منتظمة على كبار السن إحنا بنرشدهم برضو في الزيارات المختلفة دي بالتطاعمات المسلمين برضو ليهم تطاعمات مهم ياخدوها عشان يطويهم الأمراض زن المكوكل عشان التهاب الرئوي وأنواع الثانية من التطاعمات برضو بنفهمه إزاي يحدث على صحياته إزاي يأكل كوي عشان ما يحصلوش سوق تغذية الإخلاق عن التدخين بنرشده الطرق بتاعده على الإخلاق عن التدخين بشوف مثلا لو المسلم ده عنده مشكلة في الحركة المسلمين كتير بيقولك مكسورين عن طريق برضو الكشف أنا ممكن أكتشف أنه عنده مشكلة عنده مثلا مثلا في العصابة الطرفية عنده شون أصببته ده بتأدي أنه هو مثلا بيزوك شوية وماشي فده بيخليه أورد أنه يقع بيعمل اختبار هشاشة عشان لو المسلم ده حتى بيأتشار لو وقع هو عنده هشاشة في العظام لو أنا عليكت الهشاشة ده بيققي لحد ما من هو يحصل له كسور فكل الحاجات دي مهمة وإحنا بنعملها أثناء الكشفات الدورية على كبار